السلام عليكم علمياً الاستخدام المفرد لمواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من ساعتين يعتبر نوع من أنواع الإدمان في حين أن استخدام مواقع التواصل لست ساعات في اليوم يعتبر إدمان بحاجة لعلاج هذه المواقع مع الوقت تصيب الإنسان بالعزلة بالاكتئاب تعرضه لمشاكل في محيط الأسرة والعمل وتمنعه من تحقيق التوازن المطلوب في الحياة اليومية ومن ناحية الأخرى إذا كنت تناول العشاء مع أسرتك أو مع أصدقائك وكنت ترسل شخصاً ليس متواجداً بينكم أو تستمع لحديث شخصاً على مواقع التواصل الاجتماعي هذه مشكلة نوع جديد من الإدمان ويرسل لكل من حولك من أهل أو زوجة أو أبناء أو أصدقاء أو زملاء عمل رسالة إلى عقلهم اللاوعي أنتم لستم مهمون حقاً بالنسبة للآن وهو ما سيؤثر بكل تأكيد بالسلب على علاقتهم بك مستقبلاً مع تكرار هذا الأمر بشكل متواصل حقيقة أنك لا تستطيع أن تبعد هاتفك عنك تفسيرها بسيط أنت مدمون ومثل أي إدمان وبعد فترة سيبدأ في تدمير علاقاتك بشكل بطيء دون أن تدري وسيكلفك الوقت والمال وسيجعل حياتك أسود وستزداد صعوبة التخلص منه انتبهوا قللوا من عدد الساعات على مواقع التواصل واستبدلوها بممارس الرياضة بمشاهدة التلفاز بالذهاب للسينما تأمل في الطبيعة قرأة كتب لاستمتاع بقضاء الوقت والحديث مع الأهل الأسرة الأصدقاء قبل أن يتمكن منكم إدمان هذا العصر الانترنت والسوشيلي والله يحبظكم ويحبظ قلبكم شكرا